الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينيتش، مجزو الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القوية ومواصلة العمل والتنصيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والرأي والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية كما شدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة التطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والرأي على مستوى الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال الاجتماع طلع الرئيس السيسي على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان والصادرات الزراعية والغذائية وتابع الرئيس السيسي ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية كما تابع المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير نظم الرأي أعلنت وزارة الصحة بغزة عن أن 200 مريض تم إجلاؤهم بالتنصيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات على تعرض المستشفى لقصف إسرائيلي وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أنه تم إجلاء المصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي وأن هناك أربعمائة مريض ما زالوا في المستشفى ويتم العمل مع الصليب الأحمر على إجلائهم مؤكداً وجود نحو ألفين نازح داخل المستشفى وفي محيطه حثت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن على الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وكتبت المجموعة في رسالة إلى بايدن أنه يمكن تنفيذ هدف حماية المدنيين في غزة لأن تطبيق القانون الدولي الإنساني يتطلب في الواقع حماية المدنيين في أثناء النزاع المسلح قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن المفاوضين من أجل إطلاق صراح المحتجزين في قطاع غزة أصبحوا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى وأضاف كيربي أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة ناجحة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن ما يزيد قليلا على ألف ومئتين من الأمريكيين وحامل الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في قطاع غزة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن نحو 800 من الأمريكيين وحامل الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح وبقي ما يزيد قليلا على ألف ومئتين عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ثلاثة لقاءات متتالية خلال يومين مع بعض الجاليات المصرية بالخارج في عدد من دول العالم عبر تقنية الفيديو كونفرنس وخلال اللقاءات عبر رئيس الحملة المستشار محمود فوزي عن سعادته باللقاءات المستمرة مع الجاليات المصرية بالخارج والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تخص العملية الانتخابية مشيرا إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمدينة إتفو يوم الأربعاء المقبل وآخر يوم الخميس بوسط محافظة أسوان وأوضحت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن المؤتمرات بدأت من سرسليان بالمنوفية مصقة رأس المرشح ثم الإسكندرية ثم الفيوم تبعتها ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوت ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة ومؤتمر بالفيوم وستلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالي محافظة أسوان وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات المؤتمر الذي نظمه اتحاد النشرين المصريين بإطار مبادرة إنزل شارك وذلك بمقر الاتحاد وجاءت مشاركة وفد التنسيقية في إطار اللقاءات التي تعقدها التنسيقية لحفظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك الاستماع لرؤى الفئات المختلفة لصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها رياضيا يلتقي المنتخب الوطني للشباب اليوم نظيره المغربي في الجولة الخامسة من بطولة شمال إفريقيا تحت عشرين عاما المقامة في تونس وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يواجه المنتخب التونسي نظيره ليبي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل